أعزائي التلاميذ، سلام الله عليكم مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سنتطرق فيه إلى مبرهنة فيتاغورس المباشرة أرجو لكم حسن المتابعة والإصخاء حتى تتمكنوا من فهم مبرهنة فيتاغورس جيدا نعتبر متلة قائمة زاوية بحيث طول ضلعي زاويته القائمة هما A وB وطول وطره C ننشئ مربعا طول أضلعه C وهو الملون باللون البني ومربعا طول أضلعه B وهو الملون باللون الأصفر ومربعا طول أضلعه A وهو الملون بالأزرق وعليه فمساحة المربع الأزرق هي A أس إتنان ومساحة المربع الأصفر هي B أس إتنان ومساحة المربع البني هي C أس إتنان لاحظوا الآن مساحة المتلة الأخضر كم تساوي يا ترى؟ نعم فهي تساوي نصف مساحة المربع الأصفر عند إزاحة هذا الرأس في الاتجاه الموازي لحامل الضلع المقابل له فإن مساحته لا تتغير كما رأينا في شريط سابق وعند إدارته بربع دورة بهذا الشكل ونقوم بإزاحة هذا الرأس في الاتجاه الموازي لحامل الضلع المقابل لهذا الرأس فإننا نلاحظ أن المساحتين الملونتين بالأخضر متساويتان وإذا قمنا بتكرار نفس العملية على المربع الأزرق كما سترى فإننا نلاحظ أن المساحتين الملونتين باللون الوردي متساويتان وبالتالي فمساحة المربع الأسفل هي مجموع المساحتين A أس إتنان وB أس إتنان وبما أن مساحة هذا المربع هي C أس إتنان فإننا نستنتج أن C أس إتنان يساوي A أس إتنان زائد B أس إتنان وهذه العلاقة هي التي تسمى بمبرهنة فيتاغورس المباشرة لنقم الآن بصياغة نص مبرهنة فيتاغورس المباشرة إذا كان مثلثا قائمة الزاوية بحيث A وB هما طول ضلع زاويته القائمة والس هو طول وطره فإن مجموع مربعي طول ضلع زاويته القائمة يساوي مربع طول وطره وبذلك نكون قد حصلنا على العلاقة A أس إتنان زائد B أس إتنان يساوي C أس إتنان نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس وإلى درس مقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر